السلام عليكم ورحمة الله طيب الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الطب في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس شوية حساس لأنه بيهم ناس كتير وفي نفس الوقت مش بيعرفوا يتكلموا فيه أو بيكونوا محرجين أنه هم يتكلموا فيه موضوعنا النهاردة عن أسباب ضعف الخصوبة عند الرجال وأسباب ضعف فرص الإنجاب عند الرجال الموضوع ناس كلها شايفانه كبير لكن في نفس الوقت ممكن يكون حله بسيط وده اللي هنقدمه النهاردة الحل البسيط للقضاء على مشاكل الخصوبة والإنجاب عند الرجال وده بيتلخص فيه سبيرم برو اللي هو زي ما قلنا في حلقات سابقة وحنقول النهاردة كمان أنه هو منتج متكامل للقضاء على مشاكل الخصوبة عند الرجال يمكن حلم الإنجاب بيبقى موجود عند كل أسرة مصرية أي اتنين مقبلين على الزواج بيكون عندهم الحلم اللي بيرودهم من قبل الزواج أو في بداية الزواج أو لو عندهم مشكلة أخرتهم شوية أن هم يكونوا عندهم أطفال يفرحوا بيهم ويفرحوا معاهم وطبعا هي دي زينة الحياة اللي هو يكون فيه أطفال ممكن يكون الحل بسيط وإحنا مكبرينه ومش لعيين له حل لكن النهاردة هنقدم لكم الحل للقضاء على كل مشاكل الخصوبة وبالتالي يبقى فيه إنجاب واتحقق الحلم في البداية خلينا نرحب بدكتور أيمن البلتاجي استشار الطب التكميلي والطب البديل ومدير المركز الدولي للطب البديل اللي هيكلمنا النهاردة عن مشاكل الخصوبة ومشاكل ضعف الإنجاب وحنتكلم عن سبير مبرو اللي هو بيمثل طفرة في علاج مشاكل الخصوبة وضعف الإنجاب عند الرجال دكتور حضرك منورنا ومشرفنا النهاردة يمكن الموضوع كبير وموضوع الناس محرجة أنها تتكلم فيه ويمكن بتلف كتير وبتروح تعمل تحليل وبتروح لدكاترة وبتروح لأطباء ونسبة كبيرة من الناس بتجهل الحل لو تكلمنا عن موضوع ضعف الخصوبة عند الرجال والمعاناة اللي بيعنيها الرجال في رحلة الإنجاب أو الوصول لمرحلة الإنجاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة صدق الله العظيم المن والهبة والعطاء من المولى عز وجل للأسرة أو للزوج والزوجة هي عطاء ربنا سبحانه وتعالى ودي منحة ومن وهبة من المولى عز وجل طبعا كتير بيمر بمراحل تأخر الحامل بالنسبة للنساء مراحل مشاكل متعددة بالنسبة للرجال في مسائل تأخر الخصوبة نفسها طبعا المشاكل دي لها عدة أسباب وطبعا مش هنقول إن كل المتأخرين في الخصوبة عندهم مشكلة واحدة أو عندهم ضعف في العدد الحامل طبعا دكتور المشاكل الكبيرة لكن المعاناة أكيد بتكون متشابهة يعني معاناة الرجال في موضوع الخصوبة بتكون متشابهة لو حضرتك تكلمنا عن يعني من خبرات حضرائكم انتعامل حضرتك مع الحالات دي معاناتهم بتتمثل في إيه؟ معاناتهم بأسباب معاناة الرجال طبعا هي المشاكل بتكون زايدة عند الرجال أكثر من النساء بالتالي طبعا هو بيلجأ لعدة حلول على أساس إنه ويصل لمرحلة الإشباع النفسي إنه ربنا يموننا عليه بزرية دا حاجة لكن المشاكل متعددة ولكن في موجودة فهنذكر منها بعض المشاكل اللي بتؤدي لضعف الخصوبة أو لقلة الخصوبة أو لقلة الإنجاب تماما؟ تماما دكتور طبعا مشاكل للرجال وده يعني إحنا بصدد نهاردة حاجة برضو هنقولها كويسة قوي لهم يعني يتابعوا معانا الموضوع ده عندي أكثر من سبب لتأخر الخصوبة ألا وهو قلة العدد الحيوانات المنوية لأن طبعا أنا عندي أو مقيد علميا بعدد معين من كم مليون لكم مليون علشان يمر معايا مرحلة التخصيب بسهولة أو ينشط فيها الحيوان المنوي لوصوله البويضة وتلقحها يبقى قلة العدد ده واحد ضعف حركة الحيوان المنوي ضعف الحركة بالنسبة للحيوانات المنوية وضعف الحركة ده اللي عدت أسباب ممكن يكون منها عندي مشكلة اللي هي دوال الخصيطين وبيكون ده سبب رئيسي ممكن يكون فيه قلة في السائل المنوي نفسه يعني كمية السائل أصلا بسيطة وبالتالي الحيوان المنوي ما بياخدش ما بياخدش راحته أو وصوله للبويضة بشكل كويس دي حاجة يبقى كده قلة العدد ضعف الحركة اللي زوجة التشوهات الحيوانات المنوية ضيق في الحبل المنوي أو انسداد في الحبل المنوي أو دوال الخصيطين طبعا بعض من أو أكثر اللي بيبحثوا عن موضوع التخصيب بيكون من الرجال بيكون عنده مشكلة اللي زوجة وبيكون سائدة أوي وبالتالي اللي زوجة دي بتعمل عملية ضعف لوصول الحيوان المنوي لتلقيح البويضة أو وصول البويضة يعني دكتور دكتور هي دي بتبقى مجموعة مكتملة يعني مكتمعة بتحصل بتحصل العوامل دي كلها فبالتالي ما يبقىش فيه خصوبة ولا ممكن يكون حد عنده حاجة واحدة أو حاجتين أو ما إلى ذلك بالضبط طبعا مش هيكتمل كل الحاجات دي عند فرض واحد لكن هنقول يبقى فيه عندي عدد موجود موجود عندي عدد حيوانات منوية كتير موجود الحركة طبيعية ولكن عندي لزوجة عند نسبة تشوهات يبقى بالتالي ممكن يحصل تخصيب ويحصل إجهاد يبقى دي عشان نسبة تتشوه مثلا أو اللزوجة نفسها بتؤدي لعدم وصول الحيوان المنوي لتلقيح البويضة وبالتالي إيه اللي يحصل معايا يبقى مش يحصل تخصيب من الأساس مش هتوصل لكن مش هتجتمع كل الأسباب في مريض واحد ولكن بتتجزأ أو بتتنوع من فرض إلى آخر لو جينا نتكلم على سبيرم برو اللي احنا بصدد الحديث عنه النهاردة اللي هو بيمثل طفرة في علاج مشاكل الخصوبة عند الرجال حضرك عددت الأسباب سبيرم برو بيعمل إيه في ظل وجود الأسباب دي؟ تمام منتج السبيرم برو ده منتج طبعا طبيعي مكون من مجموعة أعشاب أو خلاصات أعشاب مهينة على هيئة تابلتس أو إقراص بياخدها المريض طبعا إحنا بنقول إن ما بيجتمعش الأسباب في فرض واحد وبالتالي إن ده عشان منتج أو ممكن يكون المريض ما عرفش إيه السبب اللي عنده أو ما بدأش إن هو يبحث عن موضوع إيه تأخر تخصيب بالنسبة له أو لسه لغاية دلوقتي زوجته ما حملتش ليه أو مش عارف السبب أو مش راضي يروح لطبيب أو كده فده ممكن هيكون بسبب يكون سبب قاطع بفضل الله إنه يقضي على عدة الأسباب اللي احنا ذكرناها يعني حتى لو هو مش عارف السبب سبيرم برو ممكن يوصله لمرحلة الإنجاب وهو لسه مش عارف سبب المشكلة إيه تمام حضرتك لأينا طبعا دلوقتي بعض من الرجال بتقبل علينا مثلا يقولوا إن أنا دلوقتي أنا متجاوز بقى لشهرين أو تلاتة ولسه ما حصلش حاملة للزوجة طيب لسه الموضوع بدري شوية لا إحنا عايزين يعني إيه يعني سريعا طيب ما لجأتش لأي طبيب أو عملت أي تحليل أو عملت أي حاجة لا ما لجأتش ومش عمل أي حاجة أنا حاس إن أنا كويس أو كده والكلام ده طبعا تسائد وبيتقال كتير طيب يبقى أنا أزود الطبيعي اللي عندك بسبرم برو يبقى أنا دلوقتي أنت طبيعي أو أنت حاس أنت طبيعي أو ما عندكش مشكلة يبقى أنا أعمل لك ده حتى لو الأمر ما عجلش بيه إن يحصل تخصيب قريب يبقى ده بصدد إن ما يحصلش انتكاسة معي إن طبعا أنا مش هفضل مستمر والدليل برضو نقطة يعني كويس أو نحاك ذكرتيني بيها بعض من الناس اللي ربنا كرمهم بطفل أو اتنين يقعد سنتين تلاتة أربعة خمسة بدون فيبدأ يلجأ تاني لطبيب هو طبعا مش معتقد أن يكون عنده أي مشكلة لأنه طبعا حصل إنجاب قبل كده فيبدأ أنه يبحث عن أي طبيب يبدأ يلاقي عندي مشكلة سواء ضعف حركة أو آزوا تماما لسعيل منه ما فيش أو عندي لزوجة أو عندي تشاوات عندي مشاكل كتير فطبعا هو يبدأ يعني يشوف إيه طب ليه حصل ما دي ببصركم يا جماعة بحاجة إن إحنا نخلي بالنا مش أنت هتفضل عدد الحيانات المانوية عندك ثابت إن كان بارتفاع أو بنخفاض أو الحركة مش هتفضل ثابتة بارتفاع أو بنخفاض لا هو ده طبعا يعني بيحصل معي عملية تفاوت الإسبوع ده إن أنا أعمل تحليل سيمين أنليزيس ألاقي فيه عدد مرتفع وكويس جدا جدا وحركة كويسة والأمور تمام معايا بعد إسبوع أو اتنين حصل أي ضرب طبعا ومحصلش تخصيب أبدأ ألجأ تاني أو طبيب تاني يقول لا ده أنا عايز تحليل جديد ألاقي العدد غريب جدا والحركة غريبة جدا فده مش خطأ في معمل تحليل لا طبعا ولكن ده أمر طبيعي إن ده مصنع بيشتغل يديني إنتاج يخفض ألاقي عدد عالي ألاقي آزو تماما فده يعني إيه تخلي بالك من نقطة دي سبيرنبرو هيعمل عملية محافظة أصلا على التوازن سواء عندي عدد موجود يبقى مثلا أنا هقول إن الزوجة عندها مشكلة ولكن زوج طبيعي ولكن زوجته عندها مشكلة مثلا في التأخر فبالتالي إيه اللي يحصل الزوج خايف كان بيتعالج وخايف إن النسبة تنزل عنده سواء العدد أو الحركة يبقى أعمل إيه أحافظ له عليها إحنا مش بنالجأ لمكملات غذائية بالنسبة للكيميكالز موجود يبقى أنا هدي لك مكملات غذائية هدي لك مجموعة عناصر طبيعية تحافظ لي على العدد اللي معي تحافظ لي على الحركة تزود نسبة الحانات المنوية تزود السائل نفسه على أساس إنه يديني فرصة للحياة المنوية وإنه هو يقدر يتحرك يوصل للبويضة للتخصيل حضركة دكتور طرحت نقطة مهمة جدا إن سبير مبرو مش بس للمخلفش اللي هو لسه مقبل على الزواج أو عنده مشكلة ومعندوش أطفال خالص لا الموضوع ممكن يكون مشكلة طرقة للي عنده أولاد خلف مرة اتنين وجيه عايز يخلف تاني مش عارف يخلف هو مش هيقول بقى إنه عنده مشكلة لأنه عنده أولاد فحضركة رحت نقطة مهمة إنه ممكن يكون حد عنده ضعف وقصوبة مع إنه مخلف قبل كده دي متكررة جدا على فكرة يعني هنقول كل أسبوع بيمر علينا حالات بنفس الأمر ده إنه هم أنا معي طفل بقى له خمس سنين طب أنا ما حصلش تاني طب يعملي تحليل في بعض بيستجيب يقول لي طب أنا مخلف هعمل تحليل ليه مش مقتنع مش آه تمام ده مش مقتنع وفيه طبعا اللي بيوصل لمرحلة تسقيف شوية يقول آه طبعا ده وارد ده ممكن يحصل عندي عدد ويحصل عندي انخفاض يحصل عندي انتكاسة يحصل عندي مشكلة أصلا يحصل أنا بشتغل في مجال عمل معين كده وبالتالي أنا بقى حافظ لك على المعدل ده يعني بخلي عندك معدل موجود أنا عندي عدد موجود ده إلا طبعا إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يحصل أي ضرب ده ملناش فيه طبعا ولكن بقول على القدر الطبيعي إن أنا أحافظ على العدد اللي عندك والحركة وحيوية الحيوان المانه ونشاطه بالاسبرم برو يبقى ده عندك يعتبر بمثابة إيه مكابل زي بالزبط إن أنا عندي مشكلة في سن عندي مشكلة في سن وبسعى لمنشط مثلا حاجة ترفع معي كفاءة أو تديني باور أو طاقة معينة أبدأ أعمل إيه أحافظ عايز أحافظ على الطاقة دي أبدأ أعمل إيه أبدأ أخذ مركب معين بقدر بسيط عشان أفضل في المستوى بتاعي يعني سبرم برو مش بس لكل الناس اللي عنده أطفال لا ممكن يكون عنده حاجة طرق أو عرض طارق إنه هو مش هيخلف دلوقتي أو عنده مشكلة لازم تتعالج فسبرم برو بيضمن له إن شاء الله إنه هو يكون فيه إنجاب ويجيب أطفال تاني واللي عايز يجيب مرة واثنين وثلاثة مع سبرم برو إن شاء الله الموضوع يكون متاح بإذن الله طيب يا دكتور الأسباب الطرقة دي ممكن تتمثل في إيه الأسباب الطرقة اللي هي تؤدي آه اللي تؤدي لأن واحد عنده طفل واثنين وفي نفس الوقت مش عارف يجيب التالي تمام أنا بقول حضرتك بعض من الناس في مهن معينة اللي هو تعرضهم الجماعة اللي بيشتغلوا في مهنة بيتعرضوا للنار كتير على سبيل المثال في مصانع مثلا فيها حديد في أي حجم الحاجات دي الجماعة اللي ممكن يكونوا بيعود على عجلة القيادة السيارات لمدة طويلة إنه هو يمر بمرحلة وجود دوالي حتى لو بسيطة ممكن بصداتها تؤدي الموضوع الشراها في التدخين ودايما بنكلم عنها في كل الحلقات بتاعتنا بنقول طبعا فبعض من الناس اللي تمام فلان بيدخن وعنده أولاد كتير يا جماعة فيه تفاوت أو فيه نسبة معينة أنا ممكن يحصل لي مشكلة ممكن يحصل لي كانسر في البروستات على سبيل المثال من خلال التدخين طب ما جيش أقص الموضوع على فرض تاني يبقى ده برضو عشان برضو ما نخرجش عن إطار الحلقة بتاعتنا يبقى أنا عندي الجماعة اللي بيحصل لهم دوالي أو بيعودوا الفترات طويلة أو بيحصل إرتشاح في الخاصية النتيجة الأكثر من سبب أو التهابات كتيرة بالنسبة له أو غير مقبل على عناصر غذائية معينة بعض من الناس يعني أكلاته غريبة لطبيعة عمله بيأكل بره بيأكل شارع مش بيقبل على عناصر غذائية أو الأكل بتاعه مش معتمد على عناصر غذائية مثلا زي اللي بتحمل الفيتامي مثلا الـ A والD والE أو السيلانيوم أو الزانك اللي هو أصلا مركب أساسي من الموجود في الاسبيرمو برو يعني هناك دكتور بتقول إن الخصوبة مش حاجة اللي هي من أول ما خلف يبقى خلاص كده وممكن يخلف براحته خالص لا دي حاجة لازم نحافظ عليها ومع سبيرمو برو هو ضمان للمحافظة على موضوع الخصوبة تمام دي مهمة جدا دي مهمة جدا طبعا الناس اللي بتتشوفنا دلوقتي أو مشاهدين الكرام طبعا أكيد هنلاقي ما كانش في أسرتي هلاقي في أسرة جراني عند أصدقائي عند قريبي فلان أنجب طفل أو ربنا كرمو طفل أو اتنين وما فيش بقى له خمس سنين عشر سنين بيجي لنا كتير طيب أنا يا جماعة ما تبحث بقى عن الأسباب إيه هو ده قدر ربنا صبحانه وتعالى وكل شيء بقدر وكل شيء بقوان ولكن أنا بقولك إن أبديك حاجة معينة إن يتفضل محافظة لك على المستوى ده بإذن الله عشان تخلي برك برضو النقطة دي يبقى أنا ربنا صبحانه وتعالى بسرني بمنتج عشان أخله لك موجود قدامك يفضل محافظة على طيب أنا مش عايز أطفال ولكن عندي مشكلة قريب ليا وتع وعمل حقن مجهاري مرة واثنين وثلاثة وده بيحصل كتير طيب هل ده مثلا أقدر أقول إن ده قاطع أو يقضي على موضوع إن الحقن المجهاري ما نفعش وده ممكن ينفع برضو عشان ما تتوهمش بالأمر ده أنا بديك مركب ممتاز طبيعي مليون في المية ولكن كتير من اللي عمل حقن مجهاري وما حصلش تخصيب بالنسبة له بالنسبة لزوجته جه بعد خلاص يأس حصل تخصيب طبيعي وحصل حمل طبيعي بفضل الله وده كتير جدا كتير من اللي بيجون عملوا مرة واثنين وما حصلش معهم حاجة حصل توائم ده قادر ربنا صحانه وتعالى لكن أنا كل الهدف من الأمر إن أنا بسعى للي هو ما أقبلش لسه على الإنجاب إن ده يكون بمثابت دافع قوي بإذن الله ويقضي على العديد من المشاكل اللي أخرته دي حاجة الحاجة التانية إن هو يساعد اللي هو أنجب مرة أو اثنين في إن هو يحفظ له على المستوى بالنسبة للعدد والحركة بتاعته وفي نفس الوقت على فكرة هو مفيد للنساء يعني ممكن بالنسبة كمناشط معايا دي نقطة جديدة بقى دكتور فهو ممكن إن هو كمان يفيد الزوجة إن هو بيعمل عملية تنظيم لبعض الهرمونات الأنسوية عندها مما يسهل موضوع التخصيب بابا تطرر يعني إحنا تكلمنا عنه وحضرك ذكرت إن هو مفيد كمان للنساء وللزوجة تأثير سبير مبرو على الصحة العامة والنشاط العام بالنسبة للرجال ولو حضرك تكلمت لو إحنا هنستخدمه للنساء برضا تمام سبير مبرو بالنسبة للنشاط العام يا جماعة بعض من الناس زي ما أنا ذكرت من شوية إن بتقبل على بعض المنشطات على سبيل المثال لدافع الباور مش أكثر يعني عايز عنده طاقة معينة فبالتالي ياخد جزء بسيط من مركب معين على سبيل المثال عاملينه مثلا لحاجة زي كده يبدأ يديله الباور اللي هو عايزه طوال اليوم طيب عايزه للسبب معين يبقى ياخده عند اللزوم بمقدار معين طيب بالنسبة للسبير مبرو بيشتغل بالنسبة للنشاط العام أنا معايا المركب فيه طبعا زي ما احنا ذكرنا مجموعة فيتامينز اللي هو الإي والإي والسلينيوم والزانك وطبعا لا يخلو أي إنسان سواء رجل أو امرأة من استخدامه لهذه الفيتامينات اليومية لأنها بمثابة الطاقة ومثابة الحيوية إن كان للبشرة إن كان للشعر إن كان للنضارة يعني كزوجة أو كمرأة محتاجة لهذا الأمر طيب بالنسبة كرجل لو أنا مش هستخدمه كمركب لزيادة العدد وزيادة الحركة الحيواني المنوي والقضاء على اللزوجة وتنشيط الحيوانات المنوية وحركتها هاخده كمنشط عام أو يديني طاقة في جسمي إنه يديني الباور بتاع الطبيعي إن أنا بقي إنسان طبيعي يعني محمل بمجموعة العناصر الغذائية أو المكملات الطبيعية اللي أنا محتاجها اليوميا كلنا بنلجأ لمجموعة عناصر زي بنقبل على العسل نحن أخد مقدار معالية عسل كل يوم على الصفح على الريق بناخد زيت الزيتون كبروتين يبقى أنا باخد مكملات ما هو ده كله مكمل غذائي يبقى أخد السبير مبرو ممكن أخده على هيئة مكمل غذائي آمن جدا للصحة الطبيعية للإنسان ويدي النتيجة فعالة جدا بإذنان يعني في نفس الوقت دكتور هو مفيد للقضاء على مشاكل الخصوبة عند الرجال وكمان بيدي نشاط وطاقة وبيزود الصحة العامة وبيحافظ عليها بالظبط لو اتكلمنا عن الجرعة الجرعة المناسبة لموضوع الإنجاب لو الجرعة بتتاخد إزاي وبتتاخد إمتى علشان نقضي على مشاكل الخصوبة عند الرجال تمام سبير مبرو مكون طبيعي زي ما أنا ذكرت لحضراتكم من ستين هو عشب أو مجموعة أعشاب طبيعية بخلاصات معينة مستخلصة ومكونة على هيئة أقراص بيأخذ المريض اللي هو مقبل على التخصيئة للخصوبة ومستعد للإنجاب بفضل الله بيأخذ اتنين أرس في اليوم واحد صباحا واحد مساءا ده بيكون كافي جدا كقيمة مكملة غزائية لللي عنده بفضل الله يبقى كده معدل طبيعي يستخدم معه لمدة شهر هو ستين أرس يستخدم مع الحالة لمدة شهر ممكن الفرض العادي اللي هو بيأخذه كمكمل للطاقة أو بيديله باور معين ممكن يأخذ أرس واحد في اليوم كفاية بالنسبة له جدا 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 لكن اللي هما الجماعة المتأخرين في الإنجاب يقدر يأخذ منه أرسين في اليوم يكون طبيعي جدا بدون أي صيد إفكت إن شاء الله دكتور النسبة الطبيعية الحقيقونة المنوية اللي فيها بيحصل الإنجاب يعني نسبة قد ايه؟ مش أقل من عشرين مليون حيوان منوي في الملي يعني كل ملي فيه عشرين مليون حيوان منوي ويكون ناشط طبعا مش يكون العشرين مليون حيوان منوي بيكونوا ناشطين طبعا لا أول طبعا اللي بيخصب البويضة بيكون حيوان واحد أو اثنين أو تلاتة على حسب ده طبعا التوائم أو الفرض منهم وبالتالي يعني مش معنى ذلك إنه ممكن يجي مريض عنده خمشر مليون حيوان منوي فهو دايما بيبقى يسعى لأنه طبعا شايف المعدل بالنسبة له النورمال بيبدأ من كذا لكذا بالنسبة للتحليل السمن فبيبدأ يعمل إيه؟ يقول لك لأ ده أنا عايز أزود النسبة دي طبعا زودها بإيه؟ زودها بسبرم برو يعني سبرم برو بيزود نسبة الحيوانات المنوية اللي هي توصل في الآخر العدد عدد الحيوانات المنوية تمام هو توصل في الآخر لأنه هو يبقى قادر على الإنجاب أو إنسان طبيعي يبقى كذا طبيعي بالنسبة له أو يحافظ على عدد الحيوانات المنوية بالزبت بالزبت طب دكتور إحنا بنتكلم على أنه هو منتج مكمل غذائي ومكوناته طبيعية أكيد التغذية لها دور في مسألة الخصوبة يعني التغذية بالنسبة لمريض ضعف الخصوبة اللي هو بالنسبة للرجال يعني دور التغذية إيه؟ طبعا التغذية مش لتأخر الإنجاب أو للمتأخرين في الخصوبة أو للمتأخرين في الإنجاب فقط التغذية ده شق أساسي في حياتنا بدون التغذية مش نعرف نعيش إحنا ليه بيجي لنا مشاكل كتير في موضوع ضعف المناعة أنا ما عنديش تغذية سليمة أنا بعض من أو أغلب البيوت عندنا كل المتبع فيها إزاي أن أنا أوفر عناصر غذائية عايز أدور على اللحوم وعلى الأسماك وعلى الحاجات العناصر الأسماك واللحوم يعني أنه أعتبر نقول مثلا إيه؟ هي سيستم حياة بالنسبة للناس يعني اللي هي رقم واحد واثنين بالنسبة لأي بيت مصر إن هو أسماك واللحوم ولذلك بيجي بعض من الناس يعني يشكيلي من طفل عنده أو حاجة أو مشكلة بالنسبة لبنت أو ولد ده ما بيقولش لحمة ده ما بيقولش سمك ده بيقولش بيض مش هي دي لكل العناصر الغذائية أنا عندي فين الخضروات بأنواعها؟ يعني مش معنى إن هو بيأكل لحمة وسمك يبقى تغذية ومتكامل أه طبعا لا طبعا فين العناصر دي؟ أنا بدور عناصر الطبيعية دايما يا جماعة خل في بيتك دايما يكون في عسل نحل قوي ونظيف يعني حاجة بيور كده بالنسبة لك ده أساسي ده وجبة رئيسية يبقى أنا دلوقتي بقى عندي مكمل الغذائي طبيعي وطبعا في عدة فوائد طيب يبقى أنا عندي العناصر الغذائية لا تقتصر على موضوع اللحوم والأسماك والكده عندي فين الفواكه؟ هنقول لهم مش كل اللي بجي بيجي الفاكهة لا ده الناس بترفض الفاكهة مقابل للحوم يعني نقول لهم إحنا مش عايزين ناكل فاكهة عايزين ناكل لحمة أه طب هي مش هيا مش الحياة أنا مش أسية ده يتعمل لك مشاكل كتير ويتعمل لك كلسترول ويتعمل لك يوريك آس ده يبقى فيه نقرس عندك ويأمل مشاكل يبقى أنا بدور على عناصر الغذائي أعمل عملية تنويع يبقى الغذاء عنصر رئيسي للإنسان أو لوجود الحياة البشرية يبقى عشان أحافظ على الشعر حفظ على البشرة حفظ على القلب حفظ على الكبد حفظ على الكل cubic حفظ على حركة الأمعاء حفظ على الهضم على المعدة لازم أكل ولكن كل حاجة لها منظومة يبقى دلوقتي بلجأ ليه لمكملات الغذائية الكيميكالز الموجودة أو الطبيعية عاسنا أنا عندي نقص فيها فبلجأ ليها أو الطبيب اللي عارف في الحالة يبدأ يقول لك لا خد ده مكملات غذائية لازم تاخدها ولازم ده عناصر الأسية ولازم توظف عليها شهر واثنين وثلاثة طب ما أنا ممكن أعوضها طبيعي طب أنا جبت لك العنصر ده أو المكونات الطبيعية في سبيب برو فأصبح عندك مكونات طبيعية هتساعد في تأخير الإنجاب هتساعد لأنه زي ما قلت أما بيجي حالة بتعدى مشاكل في الشعر أو في البشرة بدي السيلينيوم بدي الزنك بدي مجموعة فيتامين إي بدي إيه طب ما هو موجود عندي يعني هو يفيد في أكثر من حاجة يعني حضرك حتى بالنسبة للي عنده مشكلة في التغذية اللي مش عارف يزبط أكله اللي بيأكله أجابات سريعة كل ده مع سبيرم برو مش حيكون عنده مشكلة في الخصوبة إن شاء الله بإذن الله طيب دكتور يعني حضرك شوقتنا يمكن قلتلنا أكثر من مركب في خلال الحلقة شوقتنا تكلمنا عن المكونات الخاصة بالسبيرم برو اللي هو زي ما قلنا المنتج المتكامل للقضاء على مشاكل الخصوبة عند الرجال السبيرم برو طبعا هو موجود هيبقى موجود مع حضرتكم إن شاء الله اللي محتاجه هو بيتكون من السلينيوم وده طبعا مضاد أكسادة عالي جدا ودايما بنيديه في حالات تأخر الحمل بالنسبة للرجال إن هو يقضي على الأكسادة بالنسبة للحيانات المنوية فيه طبعا الزنك فيه الفيتامين وإحنا قررناها كتير جدا جدا فيه الكرنتين وطبعا الحاجات دي كلها لها مشتقات وعناصر موجودة في التغذية الطبيعية بالنسبة لنا اليومية ولكن إحنا عشان خاطر ما تبحث كتير وتوقع تدور طب هجيب المنتج ده منين طب هجيب العنصر لغزائي ده منين طب هجيب المكونات ده منين طب ده أنا جيبت عنصر فاكهة معينة ده كان مخصب بكيميكالز قبل كده ومحطوط له كيميويات كتيرة ده عمل لي مشاكل في القولون ده كده فالشركة المصنعة بالنسبة لسبرم برو عملت لك يعني منظومة متكاملة وخدت خلاصات كل هذه الفيتامينز أو المكملات الغزائية وعملتها لك على شكل حبة بسيطة جدا تقدر تاخدها هتقضى على كل اللي عندك بإذن الله يتعلم يعني الشركة المصنعة شافت الموضوع بيبقى أسبابه إيه والنقص بيكون في إيه لما يكون فيه ضعف خصوبة وقدمته في المنتج اللي احنا شايفينه سبرم برو وبالتالي هنوصل للحلم اللي هو حلم الإنجاب وأي حد بيحلم بالإنجاب وهو مقبل على الزواج أو عنده مشكلة في خلال أول سنتين ثلاثة من الزواج علشان قطر عنده ضعف خصوبة بإذن الله مع سبرم برو هو الطريق الصحيح والحل النهائي للقضاء على مشاكل الخصوبة عند الرجال حضراك عادي ستضيف حاجة دوك في حاجة تانية بعض من الرجال اللي عندهم مشكلة يا جماعة زي ما احنا ذكرناها بياخد عدة أدوية طبعا ده أساسي عشان طبعا يعني لا نخلو من دور تدخل الطب التقليدي بالنسبة للحالة وده أساسي طبعا عرضك على طبيب بتحليل خاص بهذا الأمر ده أساسي يعني ما تشتغلش عشوائي أن انت مثلا تقول إيه أن أنا آه عندي مشكلة أو متأخر بقال شهر أو باتنين مجرد ممكن تاخد ده للمحافظة زي ما أنا قلت وممكن بتحليل موجوده بعد عرضك على استشاري أو أخصائي في مسائل الزكورة بالنسبة للرجال هيقولك أنت عندك مشكلة كذا طيب أنا عندي انسداد في حبل منوي ما أقولش أن ده هيقضى عليه عشان برضو كده نتخلي مالك من النقطة دي ولكن أنا بغضو عشان تزود العدد وده كتير جدا مشاكل ضعف العدد للحالة المنوي مشاكل دي أنا بكررها للتذكرة مشاكل ضعف الحركة وده الأساس فيها وطبعا التشوهات وده كتير جدا 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 واللزوجة يبقى دلوقتي لو أنا أخذت الاسبرم برو هيقضيلي على العديد زائد النقطة المهمة اللي أنا كنت بدأت أتكلم عشانها إنه بدون أي مشاكل بعض من الناس المعدة بيكون حساسة عنده مشكلة معينة يبدأ يقبل على مجموعة أدوية أو مجموعة علاجات عشبية مش مستحب طعمها مش عايز ياخدها ده مرة ده بيحصل له مشاكل فيها لأن المعدة تعبت هيضطر يتوقف عن العلاج بتاعه وبالتالي هتكون النتائج إيه؟ مش مرضية بالنسبة له لكن ده بسيط يعني دكتور هو زي ما حضارك بتقول هو منتج بسيط طبعا ما لهش أي أثار جانبية دكتور بإذن الله إن شاء الله حضارك عارف إن نسبة كبيرة من الناس عندهم مشاكل زي الضغط والسكر والقلب هل سبيرم برو ينفع مع مرضى الضغط والسكر والقلب وهل بيأثر عليهم؟ هو بيأثر بالإيجاب ما بيأثرش بالسلب يعني هو منتج آمن زي ما أنا ذكرنا لأنه كله يا جماعة مجموعة مكونات طبيعية الشركة المصنعة عملتها بشكل مبسط جدا جدا على أية قرص يتاخد بدون أي مشاكل لمرضى القلب ولا الضغط ولا السكر وإن شاء الله بالعالمين يكون آمن للجميع بإذن الله ويدينا النتائج المرضية للجميع بإذن الله حضرك عارف يا دكتور كمان أن مريض السمنة من أكتر المرضى المعرضين للإصابة بضعة الخصوبة هل سبيرم برو مجدي معاه وهو عنده سمنة أنه هو إن شاء الله يضيله على مشاكل الخصوبة؟ بإذن الله وطبعا مريض السمنة إذا كانت بيبص أو بننظر إليه أنه في مشكلة لبعض من الأشياء الهرمونية أو للطرابات الهرمونية بالنسباله فطبعا ده زي ما أنا قلت برضو من شوية إنه بيعمل عملية تعديل هرموني يبقى بالتالي هيفيد كل المرضى اللي موجودين لأنه بيشتغل على شق معين زيادة عدد زيادة حركة قضاء على الزوجة قضاء على تشوهات زيادة في كمية السائل نفسه دي هتفرق معنا كتير بعض من المشاكل اللي بتيجي من تحليل نلاقي فيها السائل نفسه ملي أو أقل من الملي أو نص ملي طيب أنا حيث مثلا نوربل بيكون اتنين ملي عشان يقدر يطلع لي تحليل أو واحد ونص ملي على حسب المعمل عشان يطلع لي التحليل الطبيعي لأنه بيعمل أكثر من فلد بالنسباله يشوف فيه إيه نتيجة الحياة المنوي عدده قد إيه أو نظامه قد إيه بعض من الناس لما بيكون عنده مشكلة في السائل نفسه أنه يكون بسيط وبالتالي إيه اللي بيحصل له أنا بديله ده عشان يزود نسبة السائل إيه دور نسبة السائل يا جماعة في موضوع وصول الحيوان المنوي للبوايدة نسبة السائل دي بتكون بمثابة يعني إيه يعني هقولها بشكل مبالغ شوية إنه يعني كمية ماء نقي كويس ما فيش فيه أي شوائب ما فيه أي لزوجة فيه عملية توازن ما بين القلوي والحمضي يبدأ الحيوان المنوي يسبح فيه بطريقة ده الحيوان المنوي النشط بطريقة بسيطة لوصوله فين للبوايدة حتى يتم التخصيب يبقى ده دي الوقت قضالي على نقطة مهمة جدا ألا وهي إن أنا عندي سائل بسيط أو كمية السائل نفسها مش مجدية لوصول الحيوان المنوي يبقى أصبح إن ده مرتبط بالتغزية العلاجية إن أنا أزود نسبة الأكلات اللي هي ترفع معايا سواء من فواكه أو خضروات أو الأكلات العامة وفي نفس الوقت خليت سبير مبرو بفضل الله إنه أزود معايا نسبة السائل اللي موجوده دكتور بذكر التغزية العلاجية هل فيه تغزية ممكن تأثر بالسلب على الخصوبة عند الرجال؟ يعني أكل لما يكلوا الراجل فبالتالي يتأثر عنده عدد الحيوانات المنوية أو يعمل له مشاكل في الخصوبة عنده هل فيه تغزية ضرة بالخصوبة عند الرجال؟ أحكيد زي ما فيه تغزية ضرة بكل مشتقات ونواحي الحياة للأمراض يعني إحنا لو عملنا عملية تعادل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تصرفوا صدق الله العظيم فدي منظومة ربانية إننا هاكل وأشرب ولكن بمقادير طيب أنا ممكن أكل كل حاجة وبمقادير لكن الإفراط في الشيء يؤدي لنتيجة العكسية بمعنى إن أنا لو مصر على أكل حاجة معينة يعني عايش شيء معين أنا عايش عليه زي ما احنا قلنا فيه فئات معينة ما بتاكلش غير أكلات معينة طب هل معنى يقول لي آه ده فلان كل حياته مرفهة وعايش في عيشة رغض وبيأكل لحوم والفواكه والأسماك والأخو ولسه ربنا ما أمنش عليه ده قدر ربنا سبحانه وتعالى والتاني واقف على عربية الفول كل يوم بياكل وممكن يتعشى برضو نفس الوجبة وأكله بسيط جدا وممكن يكون الوجبتين بس ومشاء الله ربنا آه مشاء الله فطبعا ده مش معيار ولكن هنقول هو الإفراط مثلا في أكل النوع معين لا بس ربنا سبحانه وتعالى بيحلل لكل إنسان معيشة معينة يبقى أنا بقولها من هنا دلوقتي أن أعمل عملي التوازن لنفسك أنت ما تفرضش في شيء معين وتقول لي ده هو بياسع بعض الناس تيجي تقول لي أنا عايز تقول لي بنظومة غذائية تخليني أنجب طفل زكر أو أنسة طبعا لا مش بساطة ده خالص ده بعض من الأطباء قالوا إيه أما تقبل على أكلات معينة حدد نوع الجنين طبعا لا ما بتكلمش في النحية دي خالص تماما حتى وإن كانت ممكنة بكر آه يعني كل واحد له سيستم ومنهك حياة بيشتغل بي آه فطبعا ييجي يقول لي ده لازم تاكل دايما السائد عندنا نقول لي يا جماعة كل فوسفور ده السمك فيه فوسفور كتير ما أنا مش هروح أجيب سمك من مكان وما متغذية على تغذية سيئة وأقول ده فيه فوسفور لا ده مش فيه فوسفور خالص ده فيه مصايب بالنسبة لك ده حاجة يبقى أنا دلوقتي ما أفرضش في شيء ورغم من ذلك ممكن بالإحاق تلقي نتايج يعني بعض من الناس يقول لي أنا أكلت أكلة فوسفور مثلا آه ده السمك ده الداني باور هو جاله باور بالإحاق يعني هو مثلا ممكن يكون أكل حاجة بسيطة أو سمك قد كده وقال له إيه ده أنا عندي دلوقتي باور رينجر بالنسبة له يعني بقى خلاص فطبعا بالنسبة له هو خد الإحاق ده إيه من المعلومة طيب هل معنى ذلك أن أنا مصر نفضل على الفوسفور بتاعي أو على السمك بتاعي هل أنا مصر أن أكل خضروات فقط أو أكلاتي كلها تبقى ممتلئة بالخضروات تعمل عند مشاكل في قولهم مثلا حنكمل يا دكتور كلام التغذية يمكن موضوع التغذية ده محتاج كلام كتير أول لكن معنا سامح من أصيوت سامح مساء الخير بسأنه بارك ما فيكو في الدكتور وكل منتج بتاعه الجميل عشان فيه ناس كثيرة من ربنا يبارك فيك جميلة جدا ربنا يبارك فيك الدكتور معاك شكورتك إيه وده في ميزان حسنات والدكتور ده يعني بارك الله تفضل أو سيد سامح شكورتك إيه أنا عملت تحليل سائل طلعت العدد مياه والحركة خمسين يعني كان فيه نسبة زوجة شوية زايدة مع شرب المياه والطوار وبرضو مع المنتج جابت نتيجة كوري سائل الحمد لله وإن شاء الله ربنا يكرمنا كده بالخلف كده ويكرم كل ما احتاجه إن شاء الله ربنا يموننا عليك بالزولية الصالحة عاجلة وغير اللاجل الله مأمين وده إن شاء الله نتنزال حسناتك يا دكتور يا رب ربنا يحفظك بارك الله وفيد يعني سامح بالاشكورك وإن شاء الله ربنا يموننا عليك بالزولية الصالحة بإذن الله هو كان زي ما قلنا دكتور في خلال الحلقة هو كان عنده مشكلة في العدد ونسبة لزوجة بس مع استخدامه سبير مبرو بقى فيه نتيجة بفضل الله نأمل إن كل مرضانا بفضل المولى عز وجل مع استخدامهم لسبير مبرو إن ربنا سبحانه وتعالى يموننا عليهم بالزرية الصالحة عاجلا غير آجل اللهم أمين أمين يا رب يعني يا دكتور كنا بنتكلم في موضوع التغذية وإن هو إن أنا تغذية تكون متكملة وإن أنا مش باكل صنف واحد وإن ما فيش حاجة اسمها إن أنا أفضل أكل مثلا لحم باستمرار أو سمك باستمرار وإنا كده يبقى يعني إيه أحق التغذية المتكملة والتغذية العدلة يعني حضرتك كنت بتكلمنا عن إن لازم يكون فيه تنوع في التغذية التنوع ده بنحققه وإزاي دكتور يعني أكل فكهة أكل خضار أكل لحوم أكل سمك ولا التنوع ده بنحققه وإزاي هو الآية الكرآنية للمولى عز وجل شاملة وقاضية وقاطعة بفضل الله تعالى أكله واشربه ولا تنسرفه يبقى أنا هاكل ولكن أنا يعني مثلا ممكن يكون مستوايا المادي ما بيحصلش معايا إن أنا كل يوم أكل مثلا لحوم أو أسماك أو فراخ أو كده ممكن كل إسبوع مرة ده هل ده مثلا ما ينجيبش ولا إيه هينجب بإذن الله وينجب كثير والكثير بفضل الله تعالى ولكن عشان كل ما ياخدش الموضوع ده الدكتور قال إن أنا عايز أكلات معينة أو ممكن بقى يروح البيت لزوجة دولة لا ده أنا سمعته النهاردة بيقول أكلات وده وارد على فكرة زي بعض ناسا من الناس لما نديهم كورس علاجي لحاجة معينة ده الدكتور قال لازم تتغذى كويس فالغذى بالنسبة لي هيبقى الحوم ده بالنسبة لي مثلا يقول الكلام ده طبعا ده لا طبعا ده خطأ طبعا ولكن زي ما حضرتك ذكرت التنوع في الوجبات إن أنا هاكل ولكن بقى يعني إيه برضو ما نساش شق مهم جدا جدا الرياضة طب خلينا ناخد الرياضة بس بعد الاتصالة دكتور معانا أميرة مسائل خير علو مسائل نور معاك الدكتور تفضلي تفضلي خلا بقول لي حضرتك أنا متجوزة بقالي خمس سنين تمام أنا مفيش أي حاجة يعني الحمد لله يعني كشك تقال لي مفيش حاجة بس دكتور جوزي عنده الحيوات المنوية مليون وطمنمية تمام بحنا رسنا كتير أو رحنا دكترة كتير يعني يعني مش عارفين أصلا نعمل إيه طيب حضرتك الزوج مدخن ولا حاجة آه بيدخن بيدخن المهنة بتاعت الزوج إيه لا أو الزوج شغل في السياحة طب ممتاز يعني أنا أقصد من المهنة برضه عشقات المشاهدينة ما قولش إيه ارتباط المهنة بسبير مبروم أو إيه ارتباط المهنة أو طبيعة العمل بسبير مبروم أنا زي ما قلت بس هو الدكتور عمال يقول كل سمك ويأكل لحوم هو بيأكل كل حاجة تمام حد نعمل لحمة وفراق وسمك عادي طبعا هو بدأ طبعا يقول لحضرتك تخليك معهم رعياء باللحمة باستمرار عشان العدد يزيد أكيد يعني صح كده؟ أين هو طبعا حضرتك العدد طبعا بسيط بالنسبانه طب هو ما فيش أخصائي فحصه ولقى عنده مشكلة في الدوال الخصيتين؟ لا يا كل المشكلة أن الحيوات المنوية يعني مليون وثمومية تمام ما أنا بقول لحضرتك يعني هو ما لجأش الأخصائي الذكورة أن يشوف عنده مشكلة في الدوال الخصية أو حاجة؟ لا لا تمام طيب إحنا ممكن بإذن الله مع سبيرم برو يستخدموا لمدة شهر المفروض المنظومة العلاجية ثلاث شهور بالنسبة لتأخر الحمل فإحنا بنقول مع سبيرم برو ممكن ناخد العلاج بتاعه لمدة شهر ونعمل تحليل سائل منوي بعد الشهر ونشوف النسبة النسبة بتزيد معايا أكيد تلقائي هتقبل على سبيرم برو مرة واثنين وعشرة بإذن الله يعني مدام أميرة بنشكر حضرتك وإن شاء الله يكون الحل في سبيرم برو زي ما الدكتور قال يعني دكتور قبل ما نخلص كلامنا عن السمك واللحمة لقينا مدام أميرة جوجها بيقولها أنا عايز سمك ولحمة عايز سمك ولحمة ده الشيء وبرضو عنده مشكلة في الخصوبة آه طبعا ما هو إحنا بقول بقى دلوقتي نركز يا جماعة على الأكلات بتاعتنا على الفواكه على العسل النحل النقي على زيت الزيتون دي حاجة كويسة جدا يبقى فيه عندي حتى يعني طبعا مع منظومة الحياة المضغوطة بدأ إن احنا نعمل إيه تكدس وشغل وكبت ونخلص ونجي ننام وكده ما فيش وقت للرياضة تماما لو أنا أخذت نص ساعة في اليوم لو ماشي طبيعي دي هتفرق معي كتير جدا لتنشيط الجهاز الدوري تنشيط الجهاز الحركي تنشيط الجهاز العصبي إزالة الدهون إزالة كلسترول مشاكل كتيرة بتحدث بالنسبالي يبقى هتديني نتيجة كويسة جدا جدا يبقى أنا علي بالأكل الكويس وسبير مبروك 2 في 1 يعني احنا بدي نتكلم عن الحلول البسيطة زي ما ذكر الدكتور الرياضة مهمة جدا ويمكن تكون حل بسيط ممكن الناس تستتقلوا أنها ما تتحركش يكون عندها ما عندهاش وقت لكن زي ما قلنا في بداية الحلقة حلولنا النهاردة كلها بسيطة تغذية مناسبة وتنوع في التغذية زي ما حضرتك قلت يا دكتور مش بنكل صنف واحد أو بنحب حاجة معينة نقولها لا لازم يكون عندنا تنوع في التغذية ونمارس الرياضة ونستخدم سبير مبرو وإن شاء الله يكون فيه الحل وكل اللي بيحلم بالأطفال يحقق حلمه ويفرح بيهم ويفرحوا معاه يعني يا دكتور سبير مبرو زي ما قلنا هو منتج متكامل لكن فيه أمراض ممكن تأثر على موضوع الخصوبة لو حضرتك تكلمنا عن الأمراض لو عند الإنسان هتبقى عنده مشكلة في موضوع الخصوبة الأمراض اللي بتؤثر على موضوع الخصوبة هو الضعف العام يا جماعة سبب رئيسي زي ما حدك ذكرت قبل كده أهل التغذية لها دور أيوا طبعا فالضعف العام ناتج عن سوق التغذية يبقى هذا سبب رئيسي بالنسبة لأمر ده لكن مريض القلب بيخلف مريض الكبد بيخلف مريض الضغط بيخلف يعني ما عنديش مشكلة بالنسبة لهم إلا إن عوامل الضعف العام أو فقدان العناصر الغذائية الطبيعية اللي في الجسم أو الجسم محتاجها لتكوين الحيونات المنوية وزيادة عدادها وزيادة حركتها ده أساسي بالنسبة لأي فرض مقبل على موضوع الإنجاب بفضل الله أولا وطبعا دكتور سبير مبرو بيقضي تماما على الضعف العام لأنه بيدي الجسم نشاط وبيعوض الجسم عن المكونات اللي ممكن يكون مفتقدها اللي هي بتأدي في النهاية للضعف العام تمام لأن سبير مبرو مكون طبيعي من مجموعة عناصر الغذائية يعني اعتبر مكملات الغذائية طبيعية على هيئة قراص يبقى كده سهلت عليك المنظومة ما تقعدش تبحث عن فاكهة ما تقعدش تبحث عن هل معنى زيك تبشي تأكل تأكل فاكهة وتأكل خضروات وتأكل أكلك الطبيعي ولكن بدل ما تصب الضوء بتاعك واهتمامك يكون على نوعية معينة من الأكلات أو البذور أو الفواكه على أساس أنك تعوض الخلل اللي عندك الغذائي لا احنا عوضنا لك الخلل الغذائي ده في سبير مبرو فيكون كده بمثابة مكمل غذائي شامل لحضرتك وهتعمل تحليلك وهتشوف نتيجة كويسة بإذن الله وممكن تشوف النتيجة قبل ما تعمل التحليل إن شاء الله دكتور يمكن سبير مبرو احنا بنستخدمه لمدة شهر وبعد كده نعمل التحليل لكن في بعض الحالات اللي هي ممكن تستخدمه من 3 ل 6 شهور على حسب الحالة يعني يا دكتور أكيد طبعا يعني مش هقول حالة هو ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا قلنا في أول آية هو اللي هيهب إليك ولكن ممكن يعني احنا بنقول المنظومة التقليدية أو الطب التقليدي بيقول إن من 3 ل 6 شهور علاجات بالنسبة للحالات اللي زي دي يبقى أنا لو أخدت معايا بنقول يعني احنا بنقول لكم شهر ليه على أساس أنت هتشوف تغيير هتشوف مصداقية يبقى معنى أنك تشوف تغيير بعد شهر من العلاج بتاعك أو بسبرم برو هتبدأ تقبل عليه تبدأ أنا وصلت للمعدل الطبيعي بقى عنده 25 مليون 8 و50 إيه المشكلة أو عايزة حافظ على المعدل أو عايزة حافظ على المعدل يبقى برضو هتخليك معاه لأنه يوصلك وبالتالي لما تلاقي المصداقية أصلا معاك بتحليل تحليل مش هيجامل الشركة المصنعة ولا هيجاملك كمريض لا هيبدأ يدي لك المصداقية بتاعتك أو اللي موجودة عندك يبقى لما تلاقي الموضوع ده عندك بدأ ياخد وضعه الطبيعي بالتأكيد القاطع تقبل مرة واثنين وثلاثة على سبرم برو يبقى كده هينشط معك ويوصلك المعدل اللي انت عايزه يعني دكتور سبرم برو هو الطريق الصحيح لتحقيق حلم الإنجاب وكل الناس تفرح بولدها ويفرحوا معاهم معانا أماني من القاهرة مدام أماني ايو اي فان اهلو اه فضالي مع دكتور مع حضرتك سؤالك ايه ايو اي فان كنت بقول لحضرتك ان انا متجوزة بقالي خمس سنين وجوزي عنده الحركة ضعيفة تمام تمام ويحنا عملنا تحليل السلمان ويحنزم 32 مليون تمام تمام فكنت عايزة عارف ان المنتج ده هيزبط معه الحركة ولا ايه احنا رحنا لدكاترة كتير وكده المسيكلة عنده في ضعف الحركة طيب ضعف الحركة حضرتك ناتجة عن وجود دوالي ولا لا دوالي في الخصية ولا لا لا مافيش دوالي في الخصية يعني من الفحص اللي حضرتك مرته به الاطباء اويا فان لا مافيش دوالي في الخصية تمام قالوا ضعف الحركة بالنسبة له من ايه تدخين ثو Pan beydخن تدخين ايو انا بقول لحضرتك تدخين وطبعا التدخين عمل نوع انواع اللزوجة اللي موجودة وبالتالي قلل حركة الحياة المنوية طبعاً العدد عندي كده ممتاز وبالتالي الحركة اللي ضعيفة سبيرم برو بإذن الله هيقدل حضرتك على مشكلة ضعف الحركة بشرط إنه يقلل التدخين معا علشان ما نشتغلش في دايرة مغلقة يا جماعة ويكون المشاهد زكي جداً معايا ما يقولش إنه آه يا أنا هدلوقتي أنا هدخن وأنا المشكلة الرئيسية عندي تدخين وهتدين لسبيرم برو يقضي على ضعف الحركة وأنا مدخن زي ما أنا لا طبعاً يبقى لازم حضرتك تقلل التدخين بتاعك على الأقل لو ما منعتوش وابدأ استخدم سبيرم برو معاه هتقضي تماماً على مشكلة الحركة وضعف الحركة بالنسبة لك ده إلا بقى لو كان حضرتك بقى وصلت لدرجة أعلى شوية وتمنع التدخين تماماً حتى لو وصلت للغرض بتاعك إنه يحصل بإذن الله الحمل للزوجة وبعد كده إرجال للتدخين تاني لو عايز يعني مدام أماني بنشكر حضرتك عليك بقى أن أنت منعي عنه السجار خالص يعني ممكن تاخد منه الفلوس وما تخلوش يشير السجاير ما هي عايزة بقى بقى في إنجاب تعمل بقى المستحيل طبعاً نسعى نسعى فعلاً شكراً لك مدام أماني يعني يا دكتور وقتنا ما حضرتك عدى بسرعة ومعلومات كانت كلها قيمة عن سبيرم برو وحضرتك قفتنا في مسائل كتيرة خاصة بالخصوبة لو هنلخص كلامنا عن سبيرم برو في دقيقتين حضرتك ممكن تقول إيه سبيرم برو منتج آمن طبيعي منتج مصري مكون من مجموعة فيتامينز على هيئة عناصر غذائية موجودة في هيئة أقراس الشركة المصنعة وفرت علينا كتير قوي إن احنا نلجأ لهذه العناصر سبيرم برو بيعالج عدد الحيان المنوي سبيرم برو منظم للهرمونات سبيرم برو بنشط حركة الحيان المنوي بيقضى على اللزوجة مع القضاء الآخر منك على عوامل اللي أدت إلى اللزوجة وقالة وهي التدخين سبيرم برو بيزود كمية السائل المنوي مع سبيرم برو بإذن الله بيديك الطاقة بيديك الحيوية والشركة المصنعة كمان عملت لعملاءها منتج كمان وإحنا طبعا قلنا نقوله في آخر الحلقة إن إعطتهم منتج منشط طبعا في الحالات دي يا جماعة اللي هما مقبلين على التخصيب بيكون معرض إن يكون في جماع أكثر من مرة أو يوم ويوم زي ما إحنا بنقول عشان عملية التلقيح وبالتالي الشركة عملت هدية مع منتج سبيرم برو منشط جنسي كويس جدا جدا من تصنيع الشركة وده هدية فوق المنتج لكل عملاءها الكرام وإن شاء رب العالمين مع سبيرم برو تحقق نجاحك في وصولك لمرحلة الإنجاب وإن شاء رب العالمين ربنا يمن علينا جميعا بالزرية الصالحة اللهم أمين يعني دكتور اللهم أمين حضرك شرفتنا ونورتنا دكتور أيمن البلتاجي استشارة طب التكميلي والبديل وموديل المركز الدولي للطب البديل حضرك نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله على وعد بلقات متكررة بإذن الله شكرا لحضرتنا أعزائي المشاهدين النهاردة تكلمنا عن منتج سبيرم برو اللي هو بيقضي تماما على كل مشاكل للخصوبة المنتج آمن وفعال وملوش أي أثار جانبية لا على مرضى الضغط ولا السكر ولا القلب ولا على أصحاب الأمراض المزمنة كلهم يمكن مع سبيرم برو إن شاء الله الحلم يتحقق ونوصل لمرحلة كلنا بنتمناها اللي هو يكون عندنا أطفال نفرح معاهم ونفرح بيهم ويتحقق حلمنا كلنا وحلم كل زوجين عندهم مشكلة لسنة أو اتنين أو تلاتة وزي ما شفنا في المداخلات يمكن خمس سنين ممكن تكون المشكلة موجودة مع سبيرم برو المشكلة دي هتنتهي تماما وهي هنحقق الحلم ومع الناس اللي هي خلفت مرة واثنين وجات في فترة من الفترات عندها مشكلة في الخصوبة كمان سبيرم برو هيقضي على كل المشاكل دي سواء كان مشكلة مؤقتة أو مشكلة منعت الحمل نهائيا دي كانت حلقة النهاردة من برنامج كلام في الطب وان شاء الله حتى نلتقي في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر